يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرقي لفروف بزيارة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعة حيث يلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وتأتي الزيارة في وقت تشهد في الجهود الدولية أزمة طاقة عالمية نسخا تسعودية نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد العقوبات الغربية المفروضة على موسكو في مسائل الضغط عليها وسيلتقي لفروف بوزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض يرى مراقبون أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي أحد البدائل الهامة التي يسعى الغرب لضمان دعمها في مواجهة أزمة الطاقة التي يعيشها العالم وفق تقارير سيستمع لفروف بوزراء خارجية الدول الخليجي العربي الذين سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا في وقت لاحقنا اليوم الأربعة واعتبر البعض زيارة لفروف متوقعة في ذل تطورات المتسارعة التي خلفت الحرب الروسية الأوكرانية على علاقة بالنفط والطاقة ومحاولات الغرب البحث عن بدائل لسد النقص الذي سيعانيه العالم في ذل مخاوف من سيناريو توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا وتأتي الزيارة لفروف قبل يوم واحد من اجتماع أوباك في فينا المقرر يوم غدنا الخميس حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي وترفع أهداف الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا وتعرضت السعودية وغيرها من أعضاء أوباك لضغوط شديدة من الغرب لزيادة إنتاج النفط وتهدئة الإسعار في خدم الغزو الروسي لأوكرانيا وفق مصادر رسمية ترفض المملكة العربية السعودية حتى الآن مثل هذه الضغوط وتقول إن ارتفاع أسعار النفط نتج عن عوامل جيوسياسية وصعوبات تتعلق بقدرات التكرير والضرائب المرتفعة في العالم الغربي وليس بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات وفق تقارير رسمية أمريكية يسعى رئيس الأمريكي جو بيدن لتنسيق زيارة إلى الرياض في محاولة لتقريب وجهة النظر بين البلدين وذلك في وقت تعاني فيه العلاقات بين موسكو والرياض حالة من الجفاء والفطور وتأتي القمة في سياق مباحثات زيارة بيدن إلى السعودية بعد أن ظر إثناء من كبار المسؤولين الأمريكيين وهما بريت ماكورت كبير مستشار بيدن شؤون الشرق الأوسط ومبعوت وزارة الخارجية لشؤون الطاقة إموساكستين السعودية قد بدأت تأثيرات هذا التوتر في العلاقة الخارجية الأمريكية يلوح في أفوق الأزمة الروسية ومنذ بدء الأزمة في أوكرانيا دعا الدول الغربية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بخيادة السعودية إلى زيادة إنتاجها لكن المملكة لم تلبي هذا المطلب وقررت المضي قدما في تنفيذ تعهدات قطعتها لمجموعة أوبيك بلاس التي تضم روسيا ثاني أكبر مصدرين للنفط في العالم ويرى مراقبون أن أسباب عدم تلبية الرياض لهذا الطلب تعود إلى عدة أسباب أهمها الجفاء السعودي اتجاه أمريكا نتيجة موقف البيت الأبيض من حرب اليمن ويفق مراقبين تستبط المتغيرات الجيوسياسية القبرى التي يعيشها العالم على وقع الحرب الروسية الأوكرانية بالمتغيرات في أساسية السوق العالمية إذ يكثر الحديث في هذه الأوين عن بديل الغاز والنفط الروسيين في حال ما إذا تم فرض الحضر شامل على صدرات النفط الروسية ويفق مراقبين تتجه بطلة الغرب إلى دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط للضرورة حثها على تغيير مواقفها بشأن زيادة إنتاج النفط إلى أن الجفاء بين الإمارات والسعودية وواشنطن من شأنها عرقلة مثل هذه الخطوة ويرضو من الصعب إقناع دول الخليج بتعريض مصالحها للخطر وتغرير سياسة أوبك طويلة الأمد للتماشي مع الخطط الغربية الأمريكية دون الحصول على ضمانات انتجاه عدد من الملفات الحساسة لعل أهمها الحرب في اليمن كذلك مواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة الطريق بين واشنطن والرياض يبدو مزدحبا وفي كلا الاتجاهين ديبلوماسيون وأمنيون ومسؤولون كبار يتنقلون بين البلدين محملين بالملفات الأكثر تعقيدا في العلاقات الأمريكية السعودية وقد ارتفعت وطيرة هذه التحركات بعد الأنباء عن لقاء أول بين بايدن الرئيس وولي العاد السعودية الشهر المقبل في مكان ما في الشرق الأوسط وفي أول جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة منذ توليه مقاليد البيت الأبيض في أواصل الشهر الفائد كان مدير المخابرات المركزية في زيارة سرية للمملكة اجتمع بولي عهدها وحاكمها القوي ووصفت نتائجها بالإيجابية وفائقة الأهمية بعدها بأسابيع فرش البصاط الأحمر لشقيق ولي العهد ونائبه في وزارة الدفاع حيث التقى بكل من أمكنه الالتقاء بهم من كبار أركان الإدارة والبنتاجون والسي اي اي والخارجية والأمن القومي وطول الأشهر الخمسة الفائتة يقال أن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط بريك ماكورت ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموز غوشتين قام بخمس زيارات للرياض آخرها منذ أيام أما الحديث دائما فلا يتخطى ثلاثية النفط والصين وروسيا مع مرور خجون على ملف حقوق الإنسان في المقابل تبدو المملكة في وضع أفضل بما كانت عليه قبل عام أو عامين اقتصاديا ما الارتفاع أسعار النفط خزائنها بفوائد لم تعرفها منذ أزداد من عقد من الزمن ونتجها المحلي الإجمالي المقدر للسنة الحالية قد تجاوز تريليون دولار لأول مرة سياسيا تتمعت تاع المملكة بعلاقات وطيضة مع كل من روسيا والصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وانجزت مصالحة خالجية وعلاقتها مع تركيا تشهد انطلاقة جديدة بعد الزيارة الاعتذارية التي قام بها رجل طيب إردوغان للمملكة وحوارها حتى مع جارتها اللدودة يشهد تقدما وإن كان غير كاف حتى الآن كما قال وزير خارجيتها فيصل بن فرحان داخليا يفاخل محمد بن سلمان بأنه أنجز ثورة ثقافية موصوفة ونقال المملكة من غيابة الوهابية إلى فضاء الترفيء والانفتاح كل ذلك في غياب أي معارضة جدية أو تهديد ذي مغزى بل يمكن القول وسط تأييد واسع من أوساط الأجيال الشابة يحرص ولي العهد على استعراضه أمام مزائريه وآخرهم وفد الكونغرس ومراكز أبحاث أمريكية الأسبوع الفائت في مثل هذه المناخات تتكثف الاتصالات لاختيار الزمان الأنسب لعقد أول اللقاء منتظر والأهم اختيار مكانه فالأمر هنا ينطوي على دلالات سياسية ومعنوية فائقة الأهمية من حيث الزمان يبدو الجانبان في عجلة من أمرهما إن حصل لقاء بايدن بمحمد بن سلمان في المملكة بوجود الملك أو غيابه سيكون جوبيا قد قدم الاعتدار للمملكة مرتين الأولى في العام 2014 عندما كان نائبا للرئيس عن تصريحات اتهم فيها الرياض والثانية بعدما صار رئيسا عن تصريحات وصف فيها المملكة بالمنبوذة إن تمت الزيارة ستكون المملكة قد سجلت فوزا ديبلوماسيا كبيرا في علاقاتها الدولية لكن التحدي الكبير الذي تطلع المراقبون لمعرفة كيفية تعامل الرياض معه إنما تجل في انعكاسات قمة محتملة على علاقاتها بكل من الصين وروسيا وحالة سوق النفط والطاقة المستقبلية ومستقبل أوبيك بلوس واشنطن ستظل تعمل حتى الدقيقة الأخيرة لتعظيم الثمن الذي ستحصل عليه من المملكة التي كالمصارات مجتمعة لكن محللين يرون أن السعودية لديها من الأوراق ما يمكنها من تقليصه لأبعد حد وثمت في مراكز صنع القرار السياسي من يراهن على عودة الجمهوريين أو الترمبيين إلى السدة الأغلبية في الكونغرس قبل نهاية العام والمكتب البيضوي بعد عام أو أزيد قليلا وإلى أن يتساعدت دخان الأبيض للمداخل الاتصالات المكثفة والمصورات الحثيثة خلف الأبواب المغلقة فإن تقديراتنا ستبقى في دائرة التكاهنات بالفعل 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 ترجمة نانسي قنقر